حريشات دقيق القمح الكامل حريشات صحيين لداد رائعي هذه هي الوصفة دياليوم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبائي مرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة نتمنى تكونوا في أحسن الأحوال على بركاته لله نبدأ في المقادير عندنا جوش كيسان ونص ديال دقيق القمح الكامل عندنا واحدة الكاس ديال سميدة أرقيقة طبعا كي ناخدو الكاس ديال العنبا عندنا واحدة المحلقة ديال الخميرة واحدة المحلقة صغيرة ديال السكر واحدة المحلقة صغيرة ديال الملح عندنا شوية ديال زيتون مقطع واحدة الخميرة ديال الحلويات نص كاس ديال الزيت وطبعا شوية ديال الزعتر اذا اولا ناخدو الدقيق انا غربلتو دوستو الصفايا فقط ديال لكشبكة اذا زيت عليه الخميرة الفورية قلنا معلقة نزيدو كذلك معلقة ديال الصغيرة ديال السكر باش مجينة ش حلوة نزيد شوية ديال الزعتر ثم غضي نضيف الملحة اذا الملحة ضفتها في الجانب باش تخليليها الخميرة باش تبغي تفعل مزيان اذا نخلط هاد المكونات هادي ثم غضي نضيف حدك نسكاس ديال الزيت اذا بيه غضي نبسس هاد هاد الدقيق هادا اذا غضي نخلطه مزيان حتى ينسى جملية مع كل شي هاد الكمية من الدقيق اللي عندنا اذا بالاصابيع ديال يد فقط كنحاول نخلطه مزيان باش تخليليه يتلبس كاعد دقيقية تلبس ليه بالزيت في هاد الساعة انا ضفت واحد شويش ديال السميدة فقط غير واحد شجد المحالق فقط ديال السميدة اذا غضي نكمل تخلط ديال هاد المكونات ونضيف هاد الخميرة الكيموية والخميرة ديال الحلويات اذا بطبيعة الحال تهي غدي ندوزها في هاد السفاية هادي كيف ما كتشوفو هاد الحبيبات فيها كتبقى الحبيبات فيها احنا باش نحيدوها دائما كندوزوها في السفاية اولا في شغربال باش نحيدو التكتولة ديالها ثم نواصل تخلط ديال هاد المكونات هادي اذا خلطم زيان ثم نضيف الزيتون اللي عندي قطعتو الى طرف صغيرة انا اضفت غيوحة الكمية قليلة اللي بغى يضيف كمية اخرى يضيف واللي يبغى عو تاني كذلك يضيف شوية الفرمج بحكوك يضيف متان شوية الكاشير ويضيف حتى الطون وعلاش للا الانسان عندو حرية ديال اه الاختيار يضيف اللي يبغى اهنا يا انا كان عندي ثلاثة ديال كيسان ديال الماء اضفت فقط جوج جوج الكيسان واخلط هاد الكمية هادي بهاد بهاد الماء هذا اذا وغادي الكمية الكاس اللي باقي ديال الماء قد نضيفوه على مراحل اذا باش نشوف واش عند العجينة ديالي خاصة الماء او لا نزيدها اذا انا كنواصل تخلط فقط بالاصابع ديال اليد ما نعجنوهاش لان كيف ما كتعفو الحرشة الى عجنها غادي ما تشيزوينها غادي تجي بحل الخبز اذا الاحسن فقط نجمع بالاصابع ديال اليد ديالي اذا كيف ما كتلاحظو انزتو حتى الربع كاس فقط ديال الماء اللي لشتوها شوية جارية ما زيدوش او حتى الكمية كبيرة لان دقيق الفينو ماشي بحل تسمي دات دقيق الفينو ما كيشربش بزاف ديال السوائل اذا غادي نحتفط بها هاد العجينة هادي هنغطيها وغادي نخليها واحد خمسة ولا عشرة ديال الدقيق ثم بعد ذلك غادي ناخد واحد الاناء ولا التبصيل غادي ندر فيه شوية ديال الفينو وغادي ناخد بالجزء ديال الخبزات الصغار ونشكلهم على شكل خبزات صغار او حريشات صغار انا عندي كيف ما كتعرفو عندي هاداك المول او هادا الاطار اللي كندير بها الحرشة كنديرها فيه كنسوي الوجه باش نجي مزيانة وثم كان عندي ذاك الدائرة كندغط بيها باش تعطيني واحد الفورما زوينة للحرشة اذا غادي نواصل هكا بالطبع غادي يخذكم داروري تدير واحد شوية ديال اسميتو ديال الدقيق او ديال دقيق الفينو فوسطة في تحت فتك الايطار باش ما تلتسقش لنا الخبزات ديالنا اذا انا خديتهم كنديرهم مباشرة في المقلة ما درتهاش على النار لانا حتى نكمل الكمية كاملة اللي غادي تهزلي هادا هادا المقلة هادي عاد نحملها فوق النار اذا نكمل دائما نضغط عليها باش تعطيني الوجه ديال هاد شي زيانة اذا هكذا غادي نمشي حتى نكمل اذا هادا هو الاطار اللي كنشتغل به عندي كذلك اللي ما عندوش مثلا هادا الاطار بغاي يشتغل مثلا في واحد ما كتشوفو عندي هادا الغلاقة انا هادي عندي واحد القنينة ديال الحليب الحليب البودرة كنستعمل هادي هادا الغطاية هادي وكتجيه بها كتجي الحريشة رائعة كتجيهتها هي متقدة وجيه صغيرة زوينا اللي ما عندوش عندو كذلك القراعي او القنينات ديال الشوكولات اذا نكملوا بهذا الطريقة هادي ونعملوا فوق النار اذا نراقبها ومرة مرة كنقلب الحريشات ديالي اللي حمارت كنقلبها على الوجه الثاني باش تحمار كما كتشوفو اللون ديالها دهبي جميل اذا نخليها طيب باش ما تجيناش من دقصة من الدخل وما تجيش مزيانة في الاكل اذا نكملوا على هاد طريقة هادي حتى نكملوا كما كتشوفو انا ملي كان قلب الحرشة كنحاول نضغط شوية عليها باش تتم زيان وتاخد واحد الفورمة متقدة حتى في الجيها في الوجه اللي في الاسفل اذا هكدا نراقبها كما كتشوفوها هي حمارت حتى بجيها السفلية اذا نكمل على هاد طريقة هادي واللي طابت كان حيدها ونكمل هكا كل شي الحريشات اللي عندي حتى ننسالي اذا كيفما كتشوفو الحريشات جوا اغزالين اعطاهوه واحد اللون جا زوين اذا مزيان اذا هنا كنعرفو على انها طيبة مزيان اذا حتى كتشوف كيفما كتشوفوه حتى الزيتون كيبين بعض المرات في الجوانب ديالها كيعطيه واحدة الجمالية اذا كنوصل به هاد طريقة حتى نكمل الكمية دي كاملة ثم نقدمها بصحة وراحة اذا الان هاي الحريشات ديالنا وجدين اذا تاكلوهم بصحة وراحة وانتمنى الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم وتجربوه في ديوركم وتخليو لينا شي تعليق زوين اذا ما تنسوناش وما تبخلوش لينا باللايك وما تنسوش تشتركو في القناة وتفعلو الجرس اللي باقي ما اشترك معنا وما تنسوش تشاركو الفيديو مع الاهل والاصدقاء ديالكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته